نقطة طلاق جديدة وجدت بين الرئيسين التركي رجل طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين تتعلق هذه المرة بالغاز. حيث تستعد تركيا لتتحول مركزا لتوزيع الغاز الروسي وفق الرجلين. لقاء رجلين الأخير انتهى إلى الطلب من سلطات بلديهما بوضع دراسات فنية لتحويل فكرة بوتين إلى حقيقة. من خلال زيادة تصدير الغاز عبر خط أنبيب تركيا ستريم الذي يمر تحت البحر الأسود بعد توقف التصدير عبر نورد ستريم. هذا المشروع يقترح بناء منشأة عملاقة لتوزيع الغاز في منطقة تراقية المتاخمة لجارتين بلغاريا واليونان. وفق إردوغان الذي أعلن مرارا في السابق عن رغبته بتحويل بلاده لنقطة توزيع أساسية للغاز الطبيعي. لكن أمام هذا المشروع عقب أساسية تتعلق برغبة الأوروبيين على رغم من أزمة الطاقة بخفض الاعتماد على الغاز الروسي. حيث أعربوا في قمتهم الأسبوع الماضي عن عدم ثقتهم بروسيا كمورد للطاقة. وقد بدأ هذا الأمر واضحا هذا الأسبوع بعد مرافضة ألمانيا. اقتراح من الرئيس الروسي يقضي بزيادة تدفقات الغاز إلى أوروبا. عبر وصلة من خط أنبيب نورد ستريم 2 تحت بحر البلطيق. وهو الخط الذي لم يتم تشغيله أبدا. والنقاش ينضم إلينا من موسكو. فيتجيسلاف ماتوزوف. الدبلوماسي الروسي السابق. كما ينضم إلينا من باريس. أليكساندر كاتب. الدكتور وأستاذ الاقتصاد في معهد العلوم السياسية. دكتور أليكساندر برأيك هذا الاتفاق بين بوتين وإردوغان. لجعل تركيا كمركز تصدير للغاز. كما تم توصيفها كمركز تصدير للحبوب. ما هو الهدف منه برأيك؟ أهلا شكرا. بالتأكيد أن هذا المشروع له أبعاد اقتصادية وجيوسياسية كبيرة. لأنه ينقل تركيز روسيا من أوروبا الشمالية وأوروبا الغربية. التي كانت الحالف والمورد الأساسي للغاز الطبيعي الروسي. منذ عشرات سنوات. منذ عقود. وهناك انتقال إلى شرق جنوب أوروبا. عبر تركيا. فحقيقة هذا المشروع الجديد كان له سابقا. في مثابة ما كان يسمى بالسيل الجنوبي. ومشروع السيل الجنوبي تم التخلص عنه في 2014 خلف الأزمة الأولى في أوكرانيا. ولكن المنطق الاقتصادي لهذا المشروع كان مازال يمثل بديلا لكل صادرات الغاز الروسي عبر أوكرانيا. مثلا لدول جنوب أوروبا. والمشروع الذي اليوم هو مفتعل في تركيا. ويسمى بأتيار التركي. فهو يوزع اليوم الغاز إلى جنوب أوروبا. وخصوصا إلى هنغاريا وإلى سربيا وغيرها من الدول. ويمكن مضاعفة هذا الأنوبوب. حتى يكون له كمية غاز تقادر بالسيل الجنوبي المتوقف اليوم. نعم. أستاذ ماتوزلوف برأيك لماذا تحاول روسيا اليوم تصدير غازها عن طريق تركيا؟ لأن هذا أدمن الطريق. لأن الطريق السابق نوردستريم واحد نوردستريم اثنين كانت أمريكا تعارض. وكانت من البداية البناء هذا الخطين الأنبيب. لأشياء أمريكا كانت ضد بناء. وكانت تدخط على ألمانيا، دنمارك، وبولونيا. لكي لا يُعطي لهم رخصة لوضع الأنبيب في مياه الإقليمية ومع مسالح الاقتصادية. ولكن لم يعلن ذلك علنا أو رسميا من قبل الإدارات الأمريكية أستاذ ماتوزلوف؟ طبعا لا أحد ولكن عندما يسرحون في ألمانيا، لأن في دارة غزبرا مراكا كانت سياسين السابقين من ألمانيا. لأن عندنا كان سورا كاملا، لماذا ألمانيا تارفود تشغيل نوردستريم اثنين. لأن هناك موقف أمريكي، نوردستريم واحد، من هو يطلبون تزويد أوروبا عبر ألمانيا، ولكن نحن نزاود بغاز، ولكن لا نحصل على دفع، لأن بناء كل مغلقة لنسبة لروسيا. روسيا اقترحت أن يقبلوا دفع بروبليات ببورسة سان بيتربورغ، أسسوا بورسة خصة لهذا. بعض الدول وافقوا على مجار، سلواكيا وغيري، ولكن بعض الدول رفضوا رفضاً قطعاً. بولونيا، وشكيا، وألمانيا كذلك، لا استطاعت. فيما بعد وافقوا وطلبوا غاز على شروط الروسية. يطفل الفلوس. يطفل الفلوس. ولكن في ذلك الوقت انفجرت في نوردستريم اثنين ونوردستريم واحد. نوردستريم فقط خط الواحد. الروسيا تستطيع أن تضغط الغاز على ألمانيا من خط أنبيب واحد وهو طيب. ولكن لماذا لا يقبلونها على الاستعداد؟ كل هذه قضية التزويد أوروبا بغاز متسيسة للغياء. ولذلك إذا تركيا مستعدة أن ينشع لها مستوضع. في هذا النطاق أستاذ ماتو زوفوريد. أنا سفيد من رأي الدكتور أليكزاندر. كان هناك أمام هذا المشروع عقبة أساسية تتعلق برغبة الأوروبيين. رغبة الأوروبيين وهذه العقبة. كيف برأيك ستؤثر على هذا المشروع؟ بطبيعة الأمر رفض الأوروبيين لاستراد هذا الغاز قد يكون عقبة لهذا المشروع. ولكن ما نراه اليوم أن دول كالمجير مثلا أو هونغاريا. فهي مستعدة لاستراد الغاز الروسي. وهناك أيضا دول في البلقان كسربيا ومصيدونيا وألبانيا. فهي أيضا مستعدة لاستراد هذا الغاز. والمعادلة هي أيضا يلزم النظر بها بصفة أجمل. فمثلا هناك موضوع الغاز المسيل. فروسيا بدأت تصدر الغاز المسيل منذ عشر سنين فقط. ولكن هذا يمثل مشروع يمكن أن يكون مرتبطا بهذا المركز لتوزيع الغاز. لا سيما في أوروبا ولكن على مستوى دولي عبر البحر المتوسط. وعبر قناة السويس إلى المحيط الهندي وإلى مثلا الهند. وهي تستورد الغاز بصفة كبيرة. وهي قد يمكن أن تستورد أكثر غازا من روسيا. لدي أقل من دقيقة دكتور أليكسندر أوليد. أستفيد منها بسؤال آخر للأستاذ ماتوزوف. هناك موقف واضح من قبل القادة الأوروبيون. قالوا فيه بأنه لا يمكن الوثوق بروسيا كمورد للطاقة. ماذا يعني ذلك برأيك؟ سكر الروسي هذا ليس هذا مستورد الروسي أدمن الطريقة لأن أنبيب موجودة أسعار موجودة ما في موانئة التكنيكية لتزويد دول أوروبية بغاز الروسي. فقد موقف السياسي تتدخل ولذلك عندما يدعو دول أوروبية على اللقوبات صارت هناك مشكلة أنه بدون غاز الروسي. ووزير الطاقة قطري قال منذ نصف السنة أن بدون غاز الروسي لا يمكن نحن نعود حاجات الدول الأوروبية بغاز. موسيل ولا أوروبا ولا أمريكا ولا أفريقيا. لا. لأن كيمية الغاز هائلة لا يمكن. لا يوجد هناك بديلا. شكرا وصلت الفكرة أستاذ الفيتيسلاف ماتوزوف ودكتور أليكساندر كاتب انضمتم إلينا لتحليل هذا الموضوع. شكرا. ولمواصلة النقاش ينضم إلينا من واشنطن الدكتور بول سوليفن. كبير الباحثين في المجلس الأطلسي أو أتلانتيك كونسل. وأستاذ في أمن واقتصاديات الطاقة في جامعة جونز هوبكنز في ميرليند. دكتور برأيك من المستفيد اليوم من تحويل تركيا إلى مركز لتصدير الطاقة؟ من المستفيد أكثر روسيا أم تركيا؟ روسيا تلعب لعبة مثيرة مثل لعبة أشطرانج وتتضمن موارد غاز وسياسة ونبيب وفتمويل وغلاف. الروس يريدون فصل تركيا بعيدا عن الناتو لأن تركيا عضو في الناتو. يريدون أيضا تقسيم الاتحاد الأوروبي لأن الغاز سيكون متاح في شرق وجنوب شرق أوروبا. هذه خدعة من قبل الروس. والبعض يرى هذه الخدعة. ويمكن رؤية هذه الخدعة بوضوحها. وهناك مشاكل. وهناك عقود ألغتها روسيا في نورد سريم واحد واثنين. أيضا هذا الأنبوب الجديد ليس لديه القدرة الاستيعابية للإحلال محل نورد سريم واحد واثنين. قدرته القصوى هي حوال 36 مليار متر مكعب. نورد سريم واحد واثنين قدرتهما 110. نحن نعلم الأرقام ونرى هذه الخدعة بوضوحها. هناك أيضا مسألة توقيت. يستطيعون أن يقولوا أن يمكن إتمام هذا الخط بسرعة. وهذه لعبة يلعب السياسيون دائما. ولكن لا يشرحوا أنه يستغرق الأمر وقت لبناء الأنابيب والطاقة الاستيعابية. وهناك موضوع الأمني. كان محاولة للهجوم ضد هذا الخط منذ عدة أيام. لأنه أعمق في المياه من نورد سريم واحد واثنين. لأن البحر الأسود هو مياه عميقة. ولكن في نفس الوقت أيضا المياه العميقة به مناطق معرضة للزلازل. ومن الصعب جدا إصلاح الأنابيب في حالة العطل. الهدف الأساسي للروس وهم لن يقولوا ذلك علنا. هو فصل وتقسيم الناتو والاتحاد الأوروبي. وإبعاد تركيا بعيدا عن الناتو. في هذه النقطة بالتحديد. دكتور بول. في هذه النقطة بالتحديد. الهدف كما تقول الغير معلن من قبل روسيا. هو فصل تركيا عن الناتو وتقسيم الاتحاد الأوروبي. تحديدا في نقطة الناتو وفصل تركيا عنها. إلى أي مدى تركيا تدرك هذا الموضوع. وكيف ممكن أن تتحرك الولايات المتحدة والدول الغربية. التي هي عضو في الناتو. لوقف هذا الموضوع. ووقف هذا الهدف الروسي. يمكن أن نعمل مع تركيا حول هذا الأمر. لكن تركيا تقترب بشكل أكبر إلى روسيا. بما في ذلك موضوع الحبوب. هناك اتفاق حول تصدير الحبوب مع أوكرانيا والروس. وهم يحقون ربح كبير. لأن تركيا هي المركز الأساسي. الاقتصاد التركي في حالة صعبة. والعملة تنهار منذ فترة. يمكن الولايات المتحدة أن تعمل مع تركيا. وتوفير مساعدة لهم. ومساعدهم في أنظمة التقل الخاصة بهم. إذا حصلت الولايات المتحدة على تطمينات. بأن تركيا لن تتقرب أكثر من روسيا. هذه لعبة شطرانج. الروس مشهورون بإيجادتهم لعبة الشطرانج. من الأفضل لتركيا أن تبقى في الناتو. وأن تلعب كعضو في الناتو. وهم لم يفعلوا هذا في بعض الأوقات. لدينا علاقات جيدة تاريخية مع تركيا. ولابد أن نحسن هذه العلاقات. وأن نوحد التحدي الأوروبي. وأن يكون هناك علاقات عبر الأطلسي جيدة. الروس يلعبون لعبة لتخريب هذه العلاقات. هذا هو هدفهم الرئيسي. الطاقة والأشياء الأخرى هي مجرد ألعاب جانبية. إذا أضعفوا الناتو والتحدي الأوروبي. يمكنهم أن يفعلوا ما يريدون. وهو السيطرة عسكريا واقتصاديا على المنطقة. شكرا. الروس أثبتوا أنهم شريك للطاقة لا يمكن الاعتماد عليه. هذا الأمر واضح. والتحدي الأوروبي يريد أن يبتعد عنهم. ولكن إذا حصلوا على وقود رخيص عبر تركيا. البعض قد يتراجع ويقبل بهذا الأمر. دكتور بول سوليفن شكرا لوجودك معنا. شكرا للمشاهدة